إخواني وأخواتي بما أنه هذه الأيام أيام عزاء وأيام أحزان أهل البيت وأيام الشعائر الحسينية فأحب أن أطرح لكم موضوع آخر بخصوص هذه الشعائر الحسينية التي نمارسها نحن على الخصوص الشيعة في العراق ومحبي أهل البيت في العراق لمدة شهرين ربما لا يخفى على كل مؤمن ومؤمنة وعلى كل شيعي أن أفضل شعيرة حسينية من بين كل هذه الشعائر الحسينية التي نقيمها مثلا من اللطم من مجالس الوعظ وجالس الإرشاد البكاء العزاء المواكب الإطعام البذل أفضل من هذه الشعائر كلها ماكو اختلاف ما أتصور أحد يختلف على هذا هي شعيرة أفضل كل هذه الشعار هي شعيرة زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا ما نحسه بالوجدان في وجداننا في داخلنا في قلوبنا وأيضا هذا ما تؤكد عليه روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحتى لو قام أحدنا أو بعضنا أو الحسينيون قاموا ربما بكل الشعائر الحسينية التي ذكرناها والتي لم أذكرها فلو قمنا بكل هذه الشعائر على مدى هذين الشهرين لكن يبقى المؤمن الشيعي يشعر في قلبه هناك ثلمة في روحه ثلمة هذه الثلمة لا تسد إلا بزيارة قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فالحمد لله شعة أهل البيت موالين أهل البيت في هذين الشهرين موفقين لإقامة هذه الشعائر ولخدمة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والكثير أيضا موفقين لزيارة أبي عبد الله التي هي أفضل شعيرة حسينية ولهذا تجد أنه بعض الروايات بل كثير من الروايات تؤكد على زيارة الحسين حتى لو كان هناك خطر على نفس الإنسان على روحه تزهق روحه بطريق الزيارة مع هذا بطريق الزيارة مع هذا الأم يؤكدون على أداء هذه الشعيرة زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نحن في هذا الفيديو نريد أن نلقي نظرة على هذه الشعيرة التي هي من أفضل الشعائر هل هي مقبولة منا نحن عندما نذهب لزيارة الحسين عليه السلام نؤدي هذه المراسيم نؤدي هذا الطقس نؤدي هذه الزيارة وأفضل الشعائر هل زيارتنا للحسين مقبولة ليس عليها غبش ليس فيها إشكال أو بصورة أخرى أقول أوضح السؤال أكثر هل كل من زار الحسين عليه السلام هو يعتبر زائر زائر حقيقي لأبي عبد الله الحسين وله كل ذلك الأجر والثواب الوارد في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كل من يزور له ذلك الأجر والثواب كل من يزور الحسين محسوب زائر للحسين حقيقة أم لا فأقول تعالوا معي من دون مقدمات كثيرة حتى لا يطول علينا وعليكم الفيديو تعالوا معي أولا إلى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى عام 367 هذا الكتاب المعتبر الذي يحتوي على 755 حديث ورواية معتبرة حيث أن أهل الأصول وعلماء الأصول يقولون أو يتفقون أغلبهم على اعتبار وصحة هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب الشريف نأتي نلقي نظرة على الباب الأول من هذا الكتاب أول الكتاب كتاب كامل الزيارات لابن قولويه الباب الأول هو تحت عنوان ثواب زيارة رسول الله وزيارة أميرة المؤمنين والحسن والحسين نأتي إلى الرواية الأولى الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق قال بينما الحسين بينما الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ رفع رأسه الحسين رفع رأسه فقال فقال له يا أبت ما لمن زارك بعد موتك فقال يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة ومن أتى أباك يعني أمير المؤمنين ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة نفسه رسول الله ومن أتى أخاك يعني الإمام الحسن ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة ومن أتى أخاك زائرا أتى أخاك أنت يا ولدي الحسين بعد موتك فله الجنة السؤال هنا تسمعون من يزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق وأشرف الكائنات كما يقول هو رسول الله بهذه الرواية المعتبرة من هذا الكتاب المعتبر يقول من يزورني بعد موتي فله الجنة ثوابه الجنة على هذه الزيارة السؤال هنا التي تألفت انتباهك حتى أدخل إلى موضوعي ولجواب على السؤال الذي طرحته هل كل من يزور النبي صلى الله عليه وآله الآن مثلا أو بعد موت النبي بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله هل كل من يزوره فهو من أهل الجنة يحصل هذا الأجر وهذا الثواب الجنة حيث كثير من زواره وحيث كثير زواره الذين يزورون النبي كثيرون ماذا تقولون كل هؤلاء الذين يزورون النبي يحصلون الجنة لهم الجنة بهذه الزيارة حيث يزوره المحب لآهل محمد والمبغض لآهل محمد يا ترى كل من يزور النبي المحب والمبغض لآهل محمد سيحصل الجنة ماذا تقولون شو تقولون الحديث الثاني من نفس هذا الباب نفس الكتاب ومن نفس الباب حديث رقم الثلاثة عن محمد بن علي يعني الإمام الجواد رفعه يعني ما ذكر الإمام الجواد سند إلى جده رسول الله وحديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي نفس الشيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الخطاب لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك يا علي أو زار ابنيك الحسن والحسين عليهم السلام أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها شدائد يوم القيامة حتى أصيره معي في درجتي ومن الذي يدرك درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحساب ويوم القيامة أو درجة رسول الله في الجنة فالمراد مراد من هذا من سرد هذه الرواية أن زيارة النبي ليس فقط بعد موته زيارته في حياته أيضا يحصل الزائر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل الجنة أو لا بعد أكثر هنا النبي يقول تزورني في حياتي أو تزورني بعد مماتي تكون معي في درجتي يوم القيامة معي في درجة النبي في الجنة فأسألكم هذا السؤال ماذا تقولون كل من يزور النبي في حياته سواء كانوا من عامة الناس أو كانوا من الصحابة مثل ما يسموهم هل كل من يزور النبي في حياته وفي كل يوم ربما بعض الصحابة يزور النبي هؤلاء كلهم لهم درجة عالية في الجنة بحيث تساوي درجة النبي صلى الله عليه وآله أو قل على الأقل كل من زار النبي في حياته يدخل الجنة وكذلك طبعا من يزور أمير المؤمنين في حياته وكذلك من يزور الحسنين في حياتهم هل كلهم في الجنة وفي درجة رسول الله صلى الله عليه وآله معقولة فمن فمن الذين زاروا رسول الله الصحابة الذين يسمونهم بالصحابة صحابة النبي طبعا نحن لا ننكر فضل كل الصحابة صحابة هناك عددهم قليل هم واقعا كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولكن يا ترى كل من زار من الصحابة وغير الصحابة زار النبي في حياته يكون من أهل الجنة يكون في درجة رسول الله يوم القيامة وفي الجنة فمن هؤلاء الصحابة من الذين كانوا يزورونه في كل يوم ربما غدروا برسول الله من هؤلاء الصحابة قتلوا رسول الله من هؤلاء الصحابة قتلوا ابنة رسول الله من هؤلاء الصحابة انقلبوا على وصي رسول الله ووصية رسول الله من هؤلاء الصحابة من تعاهد على حرف دين رسول الله ماذا تقولون فهل هؤلاء الصحابة الذين زاروا النبي وعاشوا معه كل يوم يزورونه سيكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة وفي درجته هل تقبل عقولكم هذا وإذا كان كذلك أصلا هذه عدالة من الله سبحانه وتعالى الذي يزور النبي ويكون قاتل للنبي الذي يزور النبي ويكون قاتل لابنة النبي الذي يزور النبي ويغصب خلافة النبي القاتل يعني يكون والمقتول الذين قتلوا النبي قتلوا أصحاب النبي المقربين قتلوا علي بن أبي طاء قتلوا مولاتنا الزهراء قتلوا ابن الزهراء هؤلاء لأنهم زاروا النبي في حياتهم سيدخلون الجنة هذه عدالة القاتل والمقتول يكونان في الجنة وفي درجة رسول الله هؤلاء لم يعملوا بالقرآن كثير منها واغلب الصحابة وبأهم آية مصيرية في القرآن آية 67 من سورة المائدة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسول الله أشرف الخلق إذا لم يعمل هذا على سبيل الفرق إذا لم يعمل بهذه الآية ويبلغ ولاية علي بن أبي طالب كل أعماله تكون هباء تكون صفر وهذا الخطاب نحن أولى به فإذا لم نعمل بولاية علي بن أبي طالب ولم نأخذ بولاية علي بن أبي طالب كل الأعمال وإن كانوا صحابه وإن كانوا زوار للنبي وإن كانوا من خواص النبي حشبهم وإن لم تفعل فما بلغتك تذهب أعمالك كلها هباء هذه الآية لم يعملوا بها كيف يدخلون للجنة والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية بهذه الصراحة وبهذا الوضوح فإذا لم تأتي بهذه الولاية كل أعمالك هباء والخطاب لنا إياك يعني واسمعي يا جارة فستكون هؤلاء الصحابة الذين لم يعملوا بهذه الآية من أهل النار إذا لم تأتي بهذه الولاية ولاية أمير المؤمنين وتذهب أعمالكم كلها درج الريح فهل يكونون هؤلاء مع كونهم زوار للنبي مع الجنة فهل يكون هؤلاء مع النبي في الجنة في درجته يناقل هذا أقرأ لك بعد رواية نفس هذا الكتاب كامل الزيارات الباب الثاني الباب الثاني بـ 21 رواية ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الأخير من هذا الباب الرواية رقم 21 عن زيد الشحام قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعني للإمام الصادق ما لمن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قال كمن زار الله في عرشه فإذن النتيجة التي نخلص بها زيارة النبي حيا أو ميتا واحدا لأننا نعتقد نحن نعتقد النبي حي فمن يزوره سواء في قبره وهو الحي أو زاره في حياته حياته الدنيوية كمن زار الله في عرشه فيعترى هذا الأجر وهذا الثواب وهذه المنزلة محسوبة تشمل كل من زاره في الدنيا في حياته أو بعد مماته لم يؤمنوا بولاية علي غدروا بعلي قتلوا علي قتلوا زوج وأولاد علي تركوا دين علي الذي هدعهم إليه النبي الذي أوصى به النبي حيث قال في خطبة الغدير لا تأخذون الدين وتوضيح الدين إلا من علي ولا تأخذوا تفسير القرآن إلا من علي هؤلاء أعرضوا عن علي وعن دينه وعن تفسيره هل هؤلاء سيكونوا زوار عرش الله أو زوار الله في عرشه شو تقولون طبعا بالمناسبة بالنسبة لزيارة الحسين عندنا نفس المضمون عن الإمام الصادق عليه أعوذر الصلاة والسلام أيضا زيدي الشحام ينقل عن الإمام الصادق يسأله ما لمن زار قبر الحسين قال كمن زار الله في عرشه فما يفرق زيارة الحسين كزيارة رسول الله كأنه زار الله في عرشه طيب فكل زوار الحسين سيكونون زوار الله في عرشه أو نرجع على النبي صلى الله عليه وآله كل من زار النبي في حياته أو بعد مماته سيكون من زوار الله في عرشه سيكون في درجة النبي يوم القيام ومع النبي في الجنة أو ممن تجب له الجنة في كتب أبناء العام وفي رواياتهم الصحيحة هذه روايات جدا معروفة عنهم وعندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة تأتيه ثلاث رايات هذه رايات ثلاث جماعات يأتونه النبي في أرض المحشر أو عند حوض الكوثر هذه رايات وهذه جماعات كلهم من أصحاب النبي فالنبي متهيئ لاستقبالهم وإذا يأخذ بهم إلى جهنم فينادي النبي يا ربي وصيحاب وصيحاب معروف هذه العبارة عندهم وفي رواياتهم وصيحاب وصيحاب يأتيه نداه ماذا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك هذا بحسب نقلهم يقولون إنك لا تدري أو من باب البيان إنك لا تدري ما أحدث بعدك ثلاث جماعات من أصحاب النبي يأخذون هذه رواياتهم الصحية وطبعا موجودة أيضا عندنا في كتبنا بعبارات أخرى هؤلاء الذين زاروا النبي كانوا يزورون النبي في كل يوم وإذا بهم يأخذون إلى جهنم فإذن هؤلاء من زوار النبي أصحاب النبي يزورون النبي في كل يوم وإذا بهم إلى جهنم وفي رواياتهم يقول لا ينجو منهم إلا كهمل النعم عدد كل إشقالين عدد أصاب إلى إيد الواحدة فإذن النتيجة ليس كل من يزور النبي في حياته أو بعد مماته فهو له الجنة أو يزور عرش الله أو يزور الله في عرشه أو يكون في درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أو في يوم القيامة لأن من هؤلاء من أصحاب النبي من هؤلاء الزوار للنبي في كل يوم خوان خانوا النبي غدروا به غدروا به قتلوا النبي قتلوا أهل بيته طبعا وإلى يومنا هذا لهم أتباع أتباعهم كيف أتباعهم هم مصيرهم مصير أولئك هؤلاء هؤلاء يزورون النبي لكن يعتقدون مثلا بصحة ما فعل أصلافهم يعني أهل السقيفة من الخيانة بالنبي من قتل النبي من قتل بنت النبي قتل وصي النبي عمل صحيح هذا قاموا به ما أخذوا ما عملوا بدين النبي ما عملوا بوصايا النبي يردون إنادون ما سنة عمره يردون سنة عمر ما يردون سنة النبي هؤلاء يزورون النبي لهم مقام في الجنة لهم درجة كدرجة رسول الله في الجنة فيا ترى هؤلاء الأتباع أليسوا مع أولئك مع متبوعهم الغدر الخوان الفجر القتل وهم زوار للنبي في حياته وبعد ما ماته طيب نرجع إلى سؤالنا عن أفضل شعيرة من الشعائر الحسينية وأقدس شعيرة من الشعائر الحسينية وهي زيارة مولانا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فماذا تقولون هذه مقدمة كانت هل كل من يزور الحسين ستكون له الجنة أو سيكون له زيارة الله في عرشه أو يكون في درجة النبي يوم القيامة أو في الجنة كل من يزور الحسين ماذا تعتقدون ماذا تقولون مثلا فلو زاره من أتباع السقيفة هؤلاء الذين كنا نتحدث عنه يعتقد بما تعتقد به السقيفة من أن مثلا الخلافة كانت من حق أبي بكرين ومن حق عمر وعثمان وعدم عصمة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وصحة ما فعله الأول والثاني كل ما فعلوه صحيح ينسبون بشكل آخر العصمة للغاصبين ولكن علي الذي فيه الآيات ووصية النبي وخلافة الله وخلافة رسول الله غير معصوم على أي حال هؤلاء من أهل السقيفة هكذا يعتقدون قتلوا الزهراء قتلوا المحسن يتبعون أولئك هؤلاء جاءوا لزيارة الحسين هل سيحصلون ذلك الأجل وتلك المنزلة وذلك المقام الذي حدثنا به أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في زيارة الحسين وأداء هذه الشعيرة أفضل شعائر الحسين زيارة الحسين يحصلون تلك المراتب ما تقولون طيب فلنقول الزائر كان شيعي نحن حديثنا عن الشيعة عن الموالين إذا كان زائر الحسين شيعي وموالي لأهل البيت موالي وشيعي طبعا بحسب الإصطلاح الإصطلاح المتداول عندنا نحن العامة يقولون فلان شيعي وليس بحسب المفهوم في روايات أهل البيت كيف يعرفون الشيعي والموالي والمحب لهم لا نقول هذا المصطلح العام لعدنا معشي شيعي موالي ذهب لزيارة الحسين شيعي موالي محب لأهل البيت ذهب لزيارة الحسين ولكن مثلا يقول بأن أئمة أهل البيت كانوا علماء أبرار هذا وإن كان العامة ما تكلم بهذا الإصطلاح ولكن صدقوني كثير منهم من يزهرون الحسين يعتقدون أنه علماء أبرار أهل البيت وهذه ثقافة سقيفية ما تدخل الآن كيف سقيفية علماء أبرار ولكن قدموا وضحوا واستشهدوا في سبيل الله فنحن نحترم من هذا الجانب علماء كانوا علمهم إيه أكثر من الأول والثاني والثالث من أبو بكر وعمر وغثمان زوار شيعة موالين يعتقدون أن الأئمة حالهم حال علماء الأبرار أهل التقوى جاهدوا في سبيل الله عملوا في نشر دين الله دين رسول الله وأما باقي ما تقولونه أنتم فهو غلو وإغراق ماذا نقول عصمة الأئمة لا ربما العصمة يختلفون فيها كثيرا حتى لو ما يعرفوا معناها هذا كثير من العوام في الشكل هذا حاله عوام الشيع يقولون أنتم تقولون أن الأئمة لديهم الولاية التشريعية أو الولاية هذا يسمونه غلو الولاية التكوينية هذا غلو الولاية الكونية بعد ربما ربما أرقى من الولاية التكوينية هذا غلو فيقولون من غير إظهار لأنهم يتبعون وناس يقولون هذه المقالات وهذا الاعتقادات يقولون ما له حق التشريع الأئمة لأنهم يصورون للناس ويصورون للناس أن الله شيء والأئمة شيء آخر الله سبحانه وتعالى شيء والأئمة شيء آخر معزولين عن الله سبحانه وتعالى كما قال أحد المراجع يعني الأحياء الموجودين الآن في النجف وربما سمعتم ليس بالغريب عليكم لما سألوه قالوا ماذا تقول نقاله أحد تلاميذه هو الفيديو مالتا موجود ماذا تقول عن الولاية التشريعية للزهراء هل زهراء مشرعة قال احنا ما نثبت الولاية التشريعية لأبوها النوب إله طبعا اللي ينكر هذه الولاية رح ينكر بقية الولايات أيضا للحسين هذا زهر الحسين لا ولاية تكوينية ولا ولاية تشريعية ولا عصمة ولا ولاية كونية ينكرها يقول الحسين ما عنده ولاية تكونية ولا ولاية تشريعية ولا ولاية كونية لا للحسين ولا لآل محمد فماذا تقولون هؤلاء كيف يكون حالهم هؤلاء الزوار هلوا معدودين في زوار الحسين وفي الجنة وزوار الله في عرشه ولهم مرتبة رسول الله في الجنة أو يقول مثلا يقولون بأن رسول الله والحسين أيضا بالتبع رسول الله كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وطبعا الحسين هماتا إذا رسول الله أشرف الخلق أمي لا يقرأ ولا يكتب الحسين أيضا لا يقرأ ولا يكتب وهذا يزور الحسين طبعا ربما بعض هؤلاء العوام ما يدرون بهذه الاعتقادات لكن يقلدون الناس يقولون بهذه المقولات وبهذا الاعتقاد دولي شنو تكليفهم أو زائر للحسين عليه السلام وهو يقول بأن الحسين غير معصوم وراح اذكر لكم أنا طبعا حسب ما يفسح لي مجال كيف يقول بني الحسين غير معصوم لأنهم يقولون بأن النبي كان يسهو قائلون بسهو النبي يعني الحسين أولى أيضا هم يسهو يسه يعني يشتبه النبي ينسى طبعا الحسين هم ينسى النبي نام عن صلاة الصبح الحسين نبي نام عن صلاة الصبح حال حال أبو بكر وعمر وعثمان أو زائر يزور الحسين عليه السلام ويعتقد من حيث يدري أو لا يدري يشعر أو لا يشعر بأن الحسين دمه نجس إذن كيف تأكلون تربة الحسين؟ تستشفون بتربة الحسين وتأخذون هذه التربة للأمان معكم للرزق للعافية لو تضعونها في جيوبكم حتى تنقسكم أولو تأكلونها وهي نجسة لأن عندنا في الروايات أن تربة الحسين دم الحسين هؤلاء الزوار الذين نسميهم شيعة وعندهم هذه الاعتقادات بالله عليكم ماذا تسمونهم؟ هؤلاء زوار للحسين لهم زوار حقيقيين لهم درجة النبي لهم الجنة يزورون الله في عرشه تعالوا معي لنرى هذا الزائر بهذه الاعتقادات وبهذه الصفات كيف يكون حاله في الحقيقة مع ترك المداهنة والمجاملة هذا كتاب الهداية الكبرى الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى عام 346 والبعض يقول 358 يعني على الأقل نقول أدرك الغيبة الصغرى لإمام زماننا أو الغيبة الأولى هذا الكتاب له عدة طبعات أكو طبعات طبعوه الكتاب ناقص وهناك طبعات كاملة كل الكتاب طبعوه عامدين أو غير عامدين ما أدري في الطبعة الكاملة هي طبعة بيروت في صفحة 574 باب تحت اسم باب قتلة الحسين الحديث رقم 2 عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت المفضل يقول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله ذكر قتلة الحسين عليه السلام في آخر الزمان في آخر الزمان وفي كل زمان ظاهراً من بعد مقتل الحسين هناك وناس يسموهم أهل البيت حقيقةً من قتلة الحسين إن الله ذكر قتلة الحسين عليه السلام في آخر الزمان كيف يكونون هؤلاء قتلة الحسين في آخر الزمان قال فيزورون قبره يزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان المراد من قتلة الأنبياء في كل زمان الإمام يشير إلى آية وأكثر من آية قرآنية موجودة تتحدث عن قتل للأنبياء في زمان رسول الله في حال إنهم ما كانوا حاضرين في زمان أولئك الأنبياء من بني إسرائيل لكن لأنهم رضوا بأفعالهم واتبعوا أولئك القتلة الله يحسبهم هؤلاء أيضاً قتل للأنبياء محمد بن سنان الذي يروح هذه الرواية عن المفضل إلى أن جاء زمانه حضر عند الإمام الرضا عليه السلام محمد بن سنان جاء إلى الإمام الرضا يقول فعرفت هذا الحديث هذا الحديث غريب كانه على الرضا عليه السلام علي بن موسى فقال يعني الحديث والرواية قرأتها عند الإمام ماذا قال الإمام الرضا عليه السلام فقال صدق المفضل هذا الرواية صادقة وصحيحة ويعيدها الإمام الرضا فقال صدق المفضل إلى أن يقول وهو باب الله في أرضه والمصباح للمؤمنين في الظلمات وهو الوالد بعد الوالد هذه العبارة موجودة عندنا في كتب أخرى الوالد بعد الوالد أما الباب الله كذا معرف أنا معثلت على هذه المقولات بخصوص المهم عندنا العبارة التي تليها يقول لما قال لي صدق المفضل قلت للإمام الرضا عليه السلام فمن هؤلاء قتلت الأنبياء في كل زمان قال هؤلاء الذين يزورون الحسين يزورون قبر الحسين وتشافون بتربته قال المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين هؤلاء يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته بعد قال هؤلاء المنتحلة ينتحلون ولايتنا يعني يظهرون بأنهم موالون لنا ولكن ليسوا منا من يكون هؤلاء المنتحلة لولايتنا الذين يظهرون اعتقادهم بنا يعني فقط يظهرون ولايتنا ولكن في داخلهم وفي قلوبهم أوعية فارغة من ولايتنا ولهذا ماذا قال وليسوا منا فهم يزورون قبر الحسين يتشافون بتربته ولكن ليسوا منا أهل الشعائر أهل الشعائر أهل الزيارة اسمع لماذا ليسوا منا لأنهم في داخلهم لا يعتقدون بديننا ولا يعتقدون بولايتنا دينهم نعم دين آل محمد الدين الاعتقاد بآل محمد الاعتقاد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكرت لكم مثلا يزور الحسين ويعتقد بأن الحسين لا يقرأ ولا يكتب لأنه يقولون النبي أمي كان وهذا اعتقاد السائد بين الشيعة لماذا لأنه الذين يتبعونهم ويقلدونهم يقولون لهم أن النبي كان أمي وفي حال هذا القرآن ثلاث آيات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الكتاب والحكمة فكيف يعلم الناس الكتاب والحكمة اش لون يعلمهم هو ما يقرأ ولا يكتب هذه الآية 128 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هذه دعوة إبراهيم الخليل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة كيف يعلمهم الكتاب والحكمة هو لا يقرأ ولا يكتب الآية الثانية في سورة آل عمران الآية 164 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته كيف يتلو يقرأ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وهو لا يقرأ ولا يكتب هذا اعتقاد الشيعة السائد الذين يزورون الحسين آية ثالثة في سورة الجمعة الآية الثانية من سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كيف يعلمهم هو ما يقرأ ويكتب وأسألوا من عندهم ما الصدوهم لا سألوا من عندهم استفتوهم ماذا يقولون يقولون نبي كان أمي أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب وأمتنا يقولون بصراحة الذي يقول بأن جدنا رسول الله كان أميا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب هذا كذاب وملعون فمجموعة من الملعونين يذهبون إلى زيارة الحسين هؤلاء ماذا يحصلوا من الزيارة حالهم حال أتباع السقيفة وأهل السقيفة المنتحلة لولايتنا يقولون بالإمام الحسين لا يقرأ ولا يكتب والنبي لا يقرأ ولا يكتب يقولون أيضا هؤلاء لأن علماءهم يقولون هما يتبعون علماءهم ومقلديهم يقولون أن الحسين غير معصوم هاي ربما ثقيلة عليكم كيف يقولون الحسين غير معصوم كواعد يقول غير معصوم بالإسان يقولون معصوم لكن سمعوا هذا كتاب التبيان تفسير التبيان للشيخ الطوسي الوقت ياخذنا ومطالب كثيرة هذا الجزء السادس من طبعا اللي يتكون من 11 جلد يأتي الشيخ الطوسي يفسر هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين شي يقول يقول باختصار لأن إنما لا نجوز عليهم السهوة والنسيان لا نجوز على أنبياء والحديث عن نبينا من جوز عليه السهوة والنسيان وين من جوز عليه السهوة والنسيان اين قال فيما يؤدونه عن الله يعني الوحي والقرآن اللي ينزلوا لا ما يسهم وما يشتبون وما ينسون قبول فأما غير ذلك غير الوحي وغير القرآن وغير ما يؤدونه عن الله وما يعتقدون بالقرآن هذا أما غير القرآن وغير الوحي فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه النبي ينسى يعني أو يسهو عنه يغفل يعني يشتبه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل إلى حد يسهو وينسى يشتبه اللي لا يقال له ناقص العقل هذا رسول الله الحسين بصورة أولى أيضا يسهو يشتبه وينام هم يعتقدون النبي نام عن صلاة الصبح والحسين نام عن صلاة الصبح فإذا كان الحسين ينسى فإنكم على ماذا تقيمون هذه الشعائر فإنه سينسى أعمالكم ملايين تروح الزورة رح يشتبه من الزهر من المازهر وربما لأنه يشتبه رح ينسب عملكم الواحد غيركم يعني ليست لديها أصمع فيعتقدون الحسين والنبي غير معصوم يسهى وينسى إلى حث لا يقال له عقل ناقص والله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون للأمن ورسوله يرى الأعمال شلون ينسى فربما معناه يشاهدون الأعمال ورح يحاسبون يوم القيامة يشتبون عند الحساب تنسب أعمالنا لغيرنا وتنسب أعمال وذلك أولئك لنا لأن الذي يرى الأعمال هو الله والرسول والأأمة يا ترى هذه الاعتقادات لمن هذه الاعتقادات أهل السقيفة النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب النبي غير معصوم ووصل إلى حالة الجنون بحسب رواياته ويسهى لكن يقول يسهو فإذا كيف تستشفون بدمه وروايات تقول أن تربة الحسين هي دم الحسين ولهذا فتربته الحقيقية تنقلب دما يوم عاش وراء وكما حصل قبل ما يقارب 11 عام وأمام الكاميرات الكاميرات التي كانت تنقل على الهواء في يوم عاش وراء عند قراءة المقتل وانقلبت في المتحف الحسين انقلبت تربة الحسين إلى دم وإلى اليوم الثاني رجعت إلى حالها وتاليها ذول الذين يتقلدوهم أمروا بأن هذه التربة تخفى شيروه بمها ودعش عام مر ما حد يذكرها هذه الحادثة ويكررها ما حد يذكر بها المؤمنين ليش لأنهم يعتقدون دم الحسين النجس وين تقول دم الحسين النجس هذا كتاب العروة الوثقة العروة الوثقة كل من يريد يصيب مرجع عليه شنو أن يكتب حاشية وتعليقات على العروة الوثقة العروة الوثقة الكتاب الفقهي للسيد محمد كاظم اليزدي هذه النسخة اللي عندي عليها تعليقات خمسة مراجع اللنكراني اللنكراني الصانعي السستاني الخوئي الخميني كتاب الطهارة الجلد الأول لأن هذه طبعا تتكون من أربع مجلدات كتاب الطهارة باب النجاسات يوصل إلى النجاسة الخامسة الدم المسألة الأولى لا نسألة الثانية لا المسألة الثالثة قال الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دم نجس الدم الأبيض إذا صار علم عندكم هو هذا دم مشيء آخر وهو نجس مثال يضرب مثال أي دم يقول كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه يعني الدم الأبيض الذي خرج من فصد الإمام العسكري ما إما وهذه معجزة كانت الإمام جاءه هذا الحجام وفصد له الفصد عرق خاص بالإيد يشرح ويخرج من عدد دم طشتين مملؤات بصورة معجزة دم أبيض يقول هذا الدم دم الإمام العسكري حتى لو بطريقة معجزة صار أبيض هذا الدم نجس وذول المعلقين الذكرت أسمائهم محد منهم يعترض أو يذكر رأي آخر كلهم مؤيدين كل الباقي يقولون دم الإمام العسكري نجس ودم الإمام الحسين أيضا نجس فإذا كان دم الحسين نجس والله تعالى يقول عن الحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم يطهركم مع التثقيل تطهير مع المفعول المطلق مطهرين من أي نوع نجاسة وهؤلاء الشيعة الذين يعلمون أو لا يعلمون ويقلدون هؤلاء يذهبون لزيارة الحسين ويعتقدون بأن دمه نجس أي زوار هؤلاء هؤلاء من المنتحلين لولايتنا الحسين غير معصوم يسهو ويشتبه وينس وينام عن صلاة الصبح والحسين لا يقرأ ولا يكتب والحسين دمه نجس كل هذا وأكثر منه أكثر بعض موجود طبعا لكن ما كو فرصة أنا أحدثكم أكثر من هذا هذا نماذج من الاعتقادات السائدة عند زوار الحسين الذين يتبعون هؤلاء العلماء ذكرت لكم من كتبهم كل هذه وأتعس من هذا هم يعتقدون بعد خلافا لدين العترة وخلافا لدين الحسين وخلافا للولاية فهذا الزائر الذي يتبع عنثال هؤلاء أليس هو معهم أولاد العلماء يتبعهم الشعراء يتبعهم الغاوون عداء أهل البيت ويتبعهم الغاوون هل هم حال أهل السقيفة وأتبعهم أولئك يحشرون مع من يتبعون رموز السقيفة هؤلاء هم يتبعون هذه الرموز البعيدة عن دين العترة ودين الحسين ولكن الفرق بين أولئك أتبع السقيفة هو بين هؤلاء كما قال الإمام الرضا عليه السلام قال المنتحلة لولايتنا هؤلاء سماهم قتلة الحسين في آخر الزمان المنتحلة لولاية يظهرون المحبة لنا يظهرون الإمام الرضا ليسوا منا فإذا كانوا ليسوا منهم ماذا يكونون فإنهم سيتبعون قتلتنا هذه اعتقادات قتلت الحسين واعتقادات قتلت الزهراء والمحسن وأمير المؤمنين وباقي الأثر الطاهرة صلى الله عليه وعليهم أجمعين فليسوا منا لأن هذه اعتقادات أعداء أهل البيت اعتقادات السقيفة يا أخواني والمطلع تكون ما مطلع خليقرأ ويشوف هذه اعتقادات السقيفة السقيفة الملعونة النبي أمي النبي غير معصوم النبي ينسى النبي يسهو النبي دمه نجس النبي ينام عن الصلاة النبي ليس له ولاية تشريعية ليس له ولاية تكوينية ليس له ولاية كونية لا في التشريع ولا في التكوين ولا في الكون فماذا ينتج قال قال إن الله ذكر قتلة الحسين عليه السلام في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته ولكن هم قتلت الحسين سأل من الإمام الرضا محمد بن سنان فقال فمن هؤلاء قال المنتحلة لولاية يظهرون الولاية وليس منا لكن دينهم ما يأخذوا منا يأخذوه من أعدائنا هذه اعتقاداتهم بالحسين فيصبح هذه الزيارة عندنا وهذه الزيارات المليونية مخصصا في أربعين الحسين حالها كحال عندما ذهب الزهري مع الإمام زين العابدين عليه السلام للحج وشأهد الناس كثرتهم مقبلين إلى الحج فرحان الزهري هؤلاء كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له الإمام يا زهري ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج هذه شعيرة نحن نحن نأتي بها أهم الشعائر الحسينية وأقدس الشعائر الحسينية فمن هؤلاء الزوار كثير منهم يكون أو بعضهم ما أدري مع هذا البيان أن تقدروا يكونون من قتلة الحسين كما يقول الإمام الصادق والإمام الرضا أيضا أيضا على الرغم من زيارتهم والاستشفاء بتربتهم بتربة الحسين ولكن دينهم اعتقادهم بأهل البيت اعتقاد أعداء الحسين وأعداء الأترة الطاهرة نسأل مولانا صاحب الأمير والزمان أن يبصرنا في ديننا دين العترة الطاهرة المقدسة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر